نستهله بالهام الذي يظهر أسفل الشاشة حيث صدق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في جلسة علنية على مشروع قانون المالي لسنة 2018 والذي تضمن عدة قوانين كخطة من المسؤولين لخلق توازن مالي في أقل من خمس سنوات التصويت جاء بعد مد وجزر وحالة من التشنج بين نواب المولاة والمعارضة بسبب المواد القانونية التي تم إسقاطها على مستوى لجنة المالية والميزانية في مقدمتها الضريبة على الثروة وتسكات الزيادة التي فرضتها الحكومة في أسعار الوقود للعام الثالث على التوالي